مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لنا مخذوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر اله واحد ايماني واحد وملوه جهاني حبني ومت علشاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير نحتاج التفسير انا حشرح فيك وافصر ارضوك بلاش تغفير انا مش كافر انا مش كافر انا انا مش كافر احبانا المشاهدين في كل مكان في العالم خلال شاشة قناة القرمة احب ارحب بكم في حلقة جديدة من برنامج انا مش كافر موضوع حلقتنا النهاردة بنعمة الرب يدور حوالين الانجيل برهان يتكلم عن نفسه يساعدني جدا ويشرفني ان يكون معانا النهاردة في الحلقة ضيف عزيز جدا على قلبي هو خادم الرب الاخ سروة فاهمي وهو فعلا كما قلت في حلقة سابقة رجل ينتبك فيه القول في نموس الرب مصرته في نموسه يلهج نهارا وليلا مرحب بك اخ سروة اهلا بك هنا اندرو ساعدنا جدا وجودك معنا في حلقة سابقة ساعداء اكتر انك موجود معنا النهاردة فرصة سعيدة والرب يبركك ويبارك كل مشاهدين حول العالم الرب يبركك احبانا مشاهدين كما تعودنا في بداية كل حلقة بنرفع لبنا طالبين وجه الرب وعايز اقول لكل المشاهدين اللي بيتابعونا النهاردة اننا جميعنا ننظر بعيوننا الى اله مكتوب عنه انه صامع الصلاة اليه يأتي كل بشر هطلب من الاخ سروة انه يتقدم وقتنا بطلبة صلاة ونفسي كلنا نقوم بنرفع لبنا اقول يا رب تتكلم اليها لو انت دخلك في دخلك رفض اللي بتسمعه لو انت في دخلك اسئلة لو انت مستغرب من الامر لو انت اول مرة بتشاهدنا لو انت متعود انك بتشاهدنا في بعض الامور اللي مش عكباك او مش موافق عليها لو انت يعني مستني حاجة موقف معين استعلام معين من الرب عشان ينور به جزء انت شايفه انه محتاج تفهمه الرب هو سامع صلاة ما فيش غيره نقدر نلجأ ليه هو خلقنا هو احبنا هو صنع لنا خطط في خلاص واتمم لنا فداء من خلال دم يسوع المسيح ابن الله الحي اطلبه النهاردة في طلبة صلاة مع الاخ سروة وخلينا نصلى ايضا لكل الاحداث اللي بتدور في منطقة الشرق الاوسط خلينا نصلى الاجل هذه المنطقة ان الرب ينعم عليها بالسلام وان الرب يشرك فيها وعليها بنور محبته وان الرب يستعلم بقوة للجميع ان يرى الجميع محبة الله بطريقة واضحة جدا خلينا نصلى ايضا لاجل الوقت والاجل كل كلمة الرب يلقن اياها بالروح القدس لاجل فريق العمل والاجل رسالة القناة اخسرت فضل يا بنا نشكرك ونباركك ونعظم اسمك لانك سيدنا خيرنا لا شيء غيرك بنشكرك من اجل اضافة جديدة دفتها لأيام العمر وبنمجدك من اجل هذه المنحة اللي منيت علينا بيها لانك منحت نحياه رحمة وحفظت عنايتك الروحة بنمجدك من اجل الهدف اللي من اجله اوجدتنا حسب قول جلالك لمجدي خلقته وجبلته وصنعته ساعدنا نحقق هذا الهدف الالهي اللي على قلبك فنكون وفق الارات تكون مشيتك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكون عندنا شكر بي نقدم جلالك خدمة مرضية بكل خشوع وتقوى نصلي من اجل هذه الحلقة ومن اجل كل مشاهدين حول العالم نصب كل قلب فينا غردا لسهام الكلمة المقدسة مقدما حق انجيلك بمفعيله القوية في قلوب السمعين مكتوب فتح كلامك ينير يعقل الجخال وايضا مكتوب فتح ذهنهم ليفهموا الكتب فعلى مبدأ النعمة يا رب بنضع نفوسنا ومشاهدينا وبنضع البرنامج كله بين ايديك نصلي من اجل بلادنا في منطقة الشرق الاوسط نصلي من اجل يا عم سلامك هناك مكتوب يا رب اطلبوا سلامة المدينة لسبيتكم اليها صلوا لاجلها لان بسلامها يقول لكم سلام لذا نحن نصلي من اجل بلادنا يا رب سواء كانت مصر او العراء او سوريا او كل بلاد الشرق الاوسط سيئة من المتكلمين بالعربية لتفتقد هذه البلاد بسلامك فيتمجد اسم فتاك القدوس يسوع فيهم وايضا بهم كم من ما بقى معنا في هذه الحلقة بل في هذا اليوم بل طوال ايامنا وغربة حياتنا الى ان نقف امام مجدك في الابتهاك بالعب في اسم ربنا يسوع المسيح اللي اجبع قلبك وقلوبنا ولك فيه بنهدي كل الاكرام والسجود والتعبد من الان وإلى الابد امين امين استكمالا للحلقة السابقة اللي كانت بعنوان الايمان بين العقيدة والحياة توقفنا عند نقطة مهمة جدا في عجالة افكر بيها واذكر بيها اذهاننا تكلمنا عن تعريف الامان في سلاس وجهات محددة التعريف المنطقي التعريف اللغوي التعريف الكتابي استوقفنا شوية قدام التعريف المنطقي وقال خادم الرب هو اقتناع عن اقناع عقلي وقلبي مستمد مصدره من مصدر ثقة قائم اي موجود دائم اي مستمر ثابت اي غير متغير صحيح اي حق وبرهن خادم الرب اخسروت ان المصدر الثقة الذي يؤسس عليه ايمانه هو الانجيل ولهذا كان عنوان الحلقة النهاردة هو الانجيل برهان يتكلم عن نفسه شجعك جدا ان يكون مع اللي يحب يكون معه ورقة وقلم لان الحلقة غزيرة جدا للمعلومات ومليانة بحق كتابي وعايز اقول عن ثقة ان في بعض الامور الروح القدس هيعلنها من خلال خادم الرب قد تكون لأول مرة تقال عبر الفضائيات وربما يمكن ما قررتهش في كتب قبل كده فبشجعك انك تكون بتصغي جيدا قدام كلام الرب من فم خادمه وكمان بشجع اللي حاب يطرح سؤال او يشاركنا او يقدم فكرة معينة هنقدر نستقبل تلفناكم التلفون موجود على الشاشة قدام الجميع في اخر 45 دقيقة من الحلقة نظرا لأهمية الحلقة والكم المعلومات اللي موجودة في الحلقة اخسروت وقفنا عند مصدر الثقة اللي بيبنى عليه ايماني تحدثنا عن الانجيل هو الاساس اللي ببنى عليه ثقتي واتكال عليه على اي اساس حضرتك اخذت هذه الفكرة وقلت الانجيل هو اساس ونفسي في عجالة سريعة رغم ان حرق قلته سابقا قبل كده للتسكرة تعرفنا الانجيل وتقول لنا مضمون الانجيل ونيجي لنقطة الحلقة او النقطة المهمة جدا في موضوع الحلقة النهاردة المعطيات اللي بنيت ثقتك فيها في الانجيل فضل اخسر قبل ما نسترسل في تأملاتنا والرد على سؤال حضرتك احب الفت انتباهك وانتباه كل السادة المشاهدين معنا حول العالم ان احنا هنركز كلامنا في هذه العجالة عن سبع نصوص كتابية العامل المشترك فيهم هو الانجيل وهندي لكل جزئية عنوان او مسمى وهنعلق عليه وبعد هنعلق اللي بعده امين ده اذا كان وقت الحلقة يسمح للسبع اجزاء ده اذا لو ما خرجناش برا اول جزئية والغرض من كده ليتسنى لمتابعينا ان يتابعونا فلا نتيح ولا نتيح احد من مشاهدين فيذروا يكملوا معنا ونصل في النهاية الى اختصار مفصل او تفصيل مختصر عن حق الانجيل اول جزئية الاول بس نقرأ السبق وتكلمنا طيب ان احنا قلنا ان كلمة الانجيل كلمة يونانية ترجمتها الخبر الصار مياه باردة لنفس عطشانة الخبر الطيب من ارض بعيدة والغم في ظهر الرجل يحنيه لكن الكلمة الطيبة تفرحه ايه محتوى هذا الخبر الصار بالضبط مضمون الانجيل ايه مضمون الانجيل برضو انا اذكر او انهت بالتذكرة ازهان مستمعين النقية لمحتوى الانجيل كما جاء في كورنسوس الاولى اصحاح 15 بيقول الرسول واعرفكم ايها الاخوة بالانجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه ايضا تخلصون ان كنتم تذكرون اي كلام بشرتكم به الا اذا كنتم قد امنتم عبسان فانني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا ان المسيح مات من اجل خطيانة حسب الكتب هذه اول عنصر من مكونات الانجيل ان المسيح مات ان المسيح مات من اجل خطيانة حسب الكتب نمرة اثنين وانه دفن نمرة ثلاثة وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب نمرة اربعة وانه ظهر لصفة ثم للاثنية عشر وبعد ذلك ظهر دفع واحدة لاكثر من خمسمائة اخ اكثرهم بقن الى الان ولكن بعضهم قد رقدوا وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل اجمعين واخر الكل كأنه للصفة ظهر لي انا والمتكلم هنا هو بولوس الرسول اذا يمكن اختزال الانجيل في شخص ربنا يسوع المسيح في ذاته وفي عمله الكفاري الفدائي على عوض الصليب لانه اسلم من اجل خطيانة واقيم من اجل تبريرنا هذا هو محتوى الخبر الصار ده بالاضافة الى ثلاث مكونات تانية على الاربع دول اللي ارناهم ان المسيح صعد وانه جلت في يمين عرش العظم في الاعالي وانه جاي ومن يقبل هذا الحق به يخلص يعني فيه في رسالة القرونة سلولة 15 اربع استعلانات اربع مكونات للانجيل للانجيل وفيه تلاتة اخر موزعين في رسالة البولوس الرسول بالضبط كذلك ندخل على موضوع حلقتنا المعطيات اللي بنيت عليها ثقتك في الانجيل احب الاول نقرأ اول جزئية تفضل في هذا الموضوع من رسالة روميا اصحاح واحد ومن عدد واحد لعدد سبعة او لو جاهزة ممكن يعني اخواتنا في الاخراج يظهروا الجزئية دي من رسالة روميا واحد من واحد لعدد سبعة تفضل بولوس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله الذي سبق فوعد به بانبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموت يسوع المسيح ربنا الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لاطاعة الايمان في جميع الامم الذين بينهم انتم ايضا مدعو يسوع المسيح الى جميع الموجودين في روميا احباء الله مدعوين قدسين نعمة لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح تفضل ارجو ان نسمي هذه الجزئية بمسمة او عنوان ونقسمها لعدة ملاحظات ونعلق عليها تفضل لو خلصناها ننقل على جزئية اخرى امين مخلصناهاش يبقى للحديث بقية امين المسمة الاول المسمة معطيات ثقاتنا في الانجليل معطيات ثقاتنا في الانجليل يعني لو اخواتنا يساعدون يحطوا العنوان ده او المسمة دي او النقطة دي على الشاشة قدام الناس على حسب يعني مقدرتهم يبقى قدام المشاهد موجود معنا بيقروا وبيتابع امامي في هذه الجزئية خمس او ستة او سبع معطيات تبرر ثقاتنا في الانجليل واحد واحد قوة تأثيره وتغييره فعدد واحد بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرد لانجليل الله اتنين عمق مصادر اصوله وجزوره فعدد اتنين الذي سبق فوعد به بانبيائه في الكتب المقدسة اخر العدد الاول بولي المفرد لانجليل الله الله الذي سبق يبقى لوعد هنا الله الذي سبق فوعد به بانبيائه في الكتب المقدسة ثلاثة وحدة هدفه وموضوعه فعدد ثلاثة عن ابنه الذي صار من نست داود من جهة الجسد يبقى دي وحدة هدفه وموضوعه عن ابنه الملحوظة الرابعة دليل برهانه بذاته وتعين ابن الله كلمة تعين دي لغة عربية فصحة عالية وسمية معناها تبرهن وتعين ابن الله بقوة يعني تبرهن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأمواب يسوع المسيح ربنا الملحوظة الخمسة اتساع دائرة انتشاره يقول الذي به لأجل اسمه قابلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم أخيرا نتائجه وعوائد سماره الذين بينهم أنتم أيضا مدعو يسوع المسيح إلى جميع الموجودين في روم يا أحباء الله مدعوين قدسين نعم لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح معطيات ثقتنا في إنجيل أمين نبدأ بأول الجزية الأولى قوة تأثيره وتغييره قوة تأثيره وتغييره يمكنك أن تدرك مع قوة تأثير الإنجيل ومدى فعالية تغييره في النفوس بقراءة العدد الأول مع الوقوف على خلفية كاتبه أي رسول بوليس نفسه فينعكس ذلك في أول مظهر من مظاهر صحة الإنجيل أحب ألفة الانتباه أن بوليس الرسول حالي وقتها هو شاول الترسوسي سابقا ألد أعداء الإنجيل للوقوف على خلفيته في عدة ملاحظات لو تحب التابع معي إياها من الكتاب يعني حررك برحن صدق الإنجيل من اللي كان سابقا ألد أعداء المسيحية والإنجيل والمسيح بالضبط أول حاجة كان لديه عنصرية عرقية ودينية كانت موضع افتخاره فكان إسرائيل الجنس يهود الديانة في الريس العقيدة يعني واحد شابع اليهودية أو متشبع باليهودية تماما إسرائيل الجنس يهود الديانة في الريس العقيدة نقرأ كلام ده في فليبي ثلاثة زي البعض اللي بينتموا لمذاهب معينة دينية متشبعين بها تماما بالضبط فبيقول لنا في فليبي ثلاثة من عدد خمسة سبعة تفضل من جهة الختان مختون في اليوم السامن من جنس إسرائيل من صبت بن يمين عبراني من العبرانيين من جهة الناموس في الريسي من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة من جهة البر الذي في الناموس بلا نوم عنصرية عرقية ودينية أصيلة في هذا الشخص بنشوفها كتير جدا في بعض الناس وبعض اللي احنا بنشوفهم متعايشين معاهم في بلادنا عنصرية أصيلة متأصلة في هذا الشخص الذي هو إسرائيلي جنس يهودي الديانة في الريس العقيدة اتنين تتلمز ناموسيا عند رجلي أشهر معلمة ناموس في زمانه يعني بيتبع أحسن شيخ في الزمن ده بالضبط تلميذ لأفضل الشيوخ شوف يقول لنا إيه في أعمال 22 وعدد 3 أنا رجل يهودي ولدت في ترسوس كليكية ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غم ملائيل على تحقيق الناموس الأبوي وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم 3 كان متقدم جدا في تديونه ومتفوق على زملائه بلغتنا الحالية الأول على الدفع الأول على الدفع فيقول لنا في غلاط يا واحد عدد 14 كنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي إس كنت أوفر غيرا في تقليدات أبائي حاجة ربع عنه الأمر ده أو كل هذه الأمور أنشأت فيه موقف عداء من المسيح والمسيحيين والمسيحية فبالنسبة للمسيح كان مجدف وبالنسبة للمسيحيين كان مضطهد وبالنسبة للمسيحية كان مفتري ده على حد تعبيره هو بالظبط نقراها أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا ومفتريا خمسة تيمي سوس الأولى 1-13 بالظبط هذا الشاهد الذي أريته أو ذكرته حوزة خمسة تماد في اضطهاده لأتباع هذا الطريق إلى حد الإفراط لدرجة وصل بالأمر إلى قتل المسيحيين ولم يفرق وقتها بين الرجال والنساء على حد كلامه هو شخصية بيقول لنا في عمالة 22 واتهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء يعني كان بيعمل ده بيقتل باسم الدين إرضاء الله ظنا أنه بيرضى الله وأنه بيحاول يسكت أصوات شايفة أنها كافرة أو مشركة أو بعيدة عن الله بالظبط واستمر في موقفه العداء هذا للإنجيل بشكل دايم ومتواصل يقول لنا الكتاب في أعمال 9 أما شاول فكان لم يزل ينفث ينفث ذات عبير عن الحية الحية بتطلح سموم أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب وبغتة الأول نحط السبعة نلخص فيما عشان المشاهد ما يكونش بيتهم مننا ديانة بوليس أنه هو إسرائيل الجنس يهودي الديانة في الريسي حاجة التانية أنه هو كان أكثر متفوق على أو متأسب كان متتلمز متتلمز على عند رجلي غمالئيل أشهر معلم بالنموس في زمانه حاجة التالتة متفوق على تلميذ من الدرجة الأولى متقدم جدا الأول على دفعته حاجة الرابعة أنه كان مفتريا ومشا أنشأ الكلام يعني كل المعطيات دي أنشأت جواه يعني موقف عدائي رهيب جدا للمسيح وللمسيحيين وللمسيحيين تمادة في إتباع هذا الطريق للدرجة حتى المهم تطرف درجة دور القتل فيهم يعني التدين بتاعه الغير سليم الغير صحيح يوصلني على طول إلى طريق الإرهاب وقتل الناس بالضبط لا واستمر في الموقف ده ومستمر بالضبط بيكابر ويعاند مفيش أي نصيح بتحصر فيه على فترة كان عنده غيرة ولكن ليس يتحسب المعرفة في ناس عنده غيرة بس ليس يتحسب المعرفة ليس يتحسب الحق بالضبط بتطوع معرفتها أنه شايف من منظور وجهة نظره أنه هيخدم الله بالطريقة دي الأتل والدبح والإفتراء والإضطاءات حتى الموت سبق الرب وأنبأ عن الأمر ده أن كل من يقتلكم بيقدم خدمة لله؟ ظنن بوليس أنه كان يقدم خدمة لله؟ بالضبط في كلمة يعني بعتبرها كلمة محورية يقول الكتاب بغتة تفضل الكلمة تعني عنصر المفاجأة اللحظية والكلمة دي وردت في أعمال الرسل أكثر من مرة على سبيل المثال أعمال 2 وأعمال 9 وأعمال 16 في كل مرة وردت في هذه الكلمة كان يلازمها أو يصحبها معجزة ففي أعمال 2 يقولك بغتة صار من السماء صوت كما من هبوب ريح عصفة وملأ كل البيت ده أثناء مكان التلاميذ المتبعين في العلية وحلول الروح القدس المرة الثانية في أعمال 9 ودي خاصة باختبار شاول نفسه البغتة يقول لنا الكتاب في ذهابه في هذه المهمة إلى دمشق للأفضل على المسيحيين وقتله مجرهم إلى السجون في ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق حوله نور من السماء والمرة الثالثة لما كان مسجون من أجل الرب في أعمال 16 لما الكتاب يقول فحدث بغتة زلزلة عظيمة على أثارها تزعزعت أساسات السجن فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع ما يعنينا من المفاجآت الثلاثة المفاجآت الثانية خاصة بتغيير شاول يقول لنا الكتاب هنا إيه نلمس هذا التغيير في هذا العدد الأول من هذا الإصحاح موضوع تأمون نابولس عبد اليسوع المسيح المدعو رسولا المفرد لإنجيل الله فجأة هذا العدل لدود لإنجيل ربنا يسوع المسيح ولمسيح الإنجيل صار عبد اليسوع المسيح ومحرز للإنجيل المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله وهنا تغيير غريب وعجيب بالضبط كده في هذه الرسالة بنرى ثلاث مظاهر لهذا التغير اللي عمله الإنجيل في هذا الشخص ليه بس تعليق صغير لو تسمح لي عشان مش عايزة أتكلمني خالص أنا عايزة أسيب المشاهد يستمتع بالكنوز اللي الرب بيطلعها من حضرتك تعليق صغير أن هذا العدو اللدود للمسيحية والمسيح اللي كان بينفس شرا وغضبا وقرها يقتل ويقتل لا يفرق بين النساء والأطفال مهم يقتل وخلاص ظن في نفسه أنه يقدم الله ويقرم الله ويقدم خدمة لله لم يتغير بمعلومات أو معرفة تغير بغتة عندما اخترقه الرب بالحب وبالمحبة برافو يعني التغيير لهذه النوعيات لابد أن يأتي بلمسة إلعية برافو اختراق اعتراض للطريق مع الأخذة فالأعتبار أنه كان صادق طبعا لأنه كان بيعمل هذا عنده غيرة ليست حسب الله غيرة جسدية لكن كان صادق فيها كان صادق فيها هو عايز يكرم الله فبيحاول هو ده التعليم اللي اتشرب به أنه شايف أنه اكرم الله بقتل الأدامي بتكفير الأدامي بترهيب الأدامي بتهديد الأدامي هو شايف كده مسكين ما تعلمش غير كده ما شربش غير كده فهو صادق في محاولة أنه يعيش بالطريقة دي ولأن الرب رأى صادق اخترق طريقه بالضبط وكم من الناس اللي ممكن الرب يخترق طريقه بس المهم أتجاوب مع اختراق الرب لطريقه وعتراض الرب للمصاري بالضبط على فكرة احنا هنشوف الكلام ده ازاي اتفضل هنا مظاهر تغير بولس شاول الترسوس اللي صار بولس الرسول ثلاثة نمرى واحد الخضوع لسيادته بولس عبداليسوع المسيح نمرى اتنين إرساليته لخدمته المدعو رسولا ونمرى ثلاثة افرازه وتخصصه المفرز لانجيل الله انا بصراحة يعني حرارك بتتكلم جوايا بتهاج غير عادي يعني انا قاعد يعني مندهش من نعمة الله العظيمة اللي بتفتقد واحد عدو لدود للمسيحية بيقتل وبيعترف انه قاتل مع صبك الاسرار والترصد ويبقى خاضع لسيادته مرسل لخدمته مخصص لانجيله هاللويا يا لغنى هذه النعمة بالضبط بداية بالنسبة الخضوع لسيادته بولس عبداليسوع المسيح بداية احب انفت انتباه حضرتك والاستاذ المشاهدين اتفضل ان فيه فرق بين كلمة يسوع المسيح والمسيح يسوع طب قولها وبالمناسبة دي قاعدة عامة في كل العهد الجديد من متى للرؤية حلو قوي يا اخي ساروات وانا واقول المشاهد انك متقراش الكتاب وخلاص مشكلتنا نحن بولينا في زمن نقرأ لكي نقرأ ولسنا نقرأ لكي نفهم بالضبط هذا الفرق ارجو ان نلاحظ انه مش من حيث الشخصية لان الاسمين لشخص واحد بالضبط لكن من حيث توزيع الادوار فلما يبدأ الكلام بيسوع المسيح فهنا الصياق بعد اذن هيكلم عن نسوته يعني لما يذكر الكتاب يسوع المسيح اذن هيكلم عن نسوت الاعلام او الكلام مباشرة يظهر نسوت المسيح بالضبط اما لو بدأ الكلام بالمسيح يسوع تغيير الكلمات تبديل الكلمات الضبط يبقى الكلام عن لهوته اسمح لي اقول حاجة لاخوية المسلم يعني اسمح لي تفضل القرآن بيقول كده للقفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عايز اقول كده فيه فرق كبير جدا جميع الاخ ثروات بين كلمة الله هو المسيح وبين كلمة المسيح والله مع ان الجملة هي هي بنفس الكلمات هي هي لكن تغيير الكلمات او تغيير ادوار الكلمات بتختلف في المعنى تماما لما اقول الله هو المسيح انا اختذلت الله كلية بكل وحدانياته الجامعة خليطه هو هو المسيح فصار الله حصل انتقل من مكان الى اخر فحصل فراغ هنا وشغل الفراغ في مكان اخر لكن وده خطأ ولا نؤمن بهذا على الاطلاق ولا نؤمن بهذا على الاطلاق لكن لما اقول المسيح هو الله انا هنا معترب بوحدانية الله الجامعة ومعترب بثلوس الله ومعترب بالاقانيم فيصير يسوع المسيح هو من جهة اقنوم كلمته الازلية انه الكلمة الازلية هو الله لكن يبقى الله هو الاب والاب والروح القدس متفضل متأسف للتعليق لا لا اخذ راحتك اقول مثل بس واحد على يسوع المسيح بولوس في تميساوس التانية صحح اثنين وعدد تمانية بيقول لتميساوس اذكر يسوع المسيح المقام من الاموات من ناس لداود حسب انجلي فلما بدأ بيسوع المسيح يبقى هنا واضح انه بيتكلم عن النسوت لكن لو بدأ بالمسيح يسوع يبقى هتكلم عن اللهوت والكتاب مليء بشواهد تدلل على زي ده درس حلو جدا يسمعه المشاهد دي قاعدة عامة في كل العهد الجديدة عشان هو بيقرأ بيعرف امتى بيقرأ عن النسوت استعلان النسوت امتى بيقرأ عن اللهوت الان عاوزه وصله بقى من هذه الملحوظة بولوس بيقدم نفسه هنا عبد ليسوع المسيح فهنا بيقدم نفسه باعتباره عبد ليسوع يعني عبد للإله المتجسد وهذا اعتراف منه وكأنه بيقدم يسوع المسيح الذي هو النسوت وكأنه هو رب وإله لنفسه مش كأنه هو بالحقيقة يعني كبولس بيقدم هذا الإعلان بالضبط ده اعتراف منه بلهوت ربنا يسوع المسيح له كل المجد كلام ده حصل إزاي لو رجعنا لأعمال الرسل أصحاح تسعة بحكينا عن اختباره بهذا الصدد وهو في الطريق لدمشق للأبد على المسيحيين قتلهم وسجنهم بغتة أبرك حوله نور من السماء وزي ما حدتك أشارت منذ قليل أنه رح الله اقتحمه وقال له شاول شاول لماذا تتطهدني لما وقع على الأرض سأل الرب سؤالين هو ما كانش يعرف أنه الرب دلوقت فبيقول له من أنت يا سيد رح رد عليه وقال له أنا يسوع الذي أنت تتطهده فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب الصغة أو اللغة اختلفت الأول بيسأل اللي بيتكلم معاه من أنت يا سيد لكن السؤال الثاني على طول يا رب يا رب ماذا تريد مني ماذا تريد أن أفعل هو ليه قال السؤال الثاني وهو مرتعد ومتحير مرتعد من الاختبار نفس من المشهد من المشهد نفس متحير متحير الله اللي فد كله كان إيه الله يعني أنا كنت ماشي اللي فد كله غلط أنت عارف أن النقطة دي سبب بط الكسيرين في أنهم يخضوا خطوة تجاه المسيح نقطة اللي فد كله كان إيه يعني أهلي أبائي سنين كتير 1400 سنة اللي فد كله كان إيه معقول أنا بس اللي غلط معقول اللي فد كله كان غلط الهيكل النموش التقوش الكهنوت اللاوي كل دا كان غلط كل دا غم لقيل اللي أنا تربيت عند رجليه الله قال وهو مرتعد ومتحير يا رب المشهد هزه بلا شك وفي نفس اللحظة دخل في دخله تحير شديد جدا ماذا كان على الماضي وعن دين أبائي على فكرة هو سأل سؤالين هنا السؤال الأول خاص بالحياة الأبدية والسؤال الثاني خاص بالحياة زمنية السؤال الأول خاص بعمل الله فيه السؤال الثاني خاص بعمل الله به السؤال الأول قال له من أنت يا سيد الإجابة قال له أنا يسوع وفي يحنى 17 هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسالك ما فيش معرفة لله وحده بدون يسوع يسوع هو الطريق للمعرفة الله المعرفة الحقية أنا هو الطريق والحق والحياة لا يمكن أن نعرف الله منفصلا عن يسوع يعني هو قال أنتم تؤمنون بالله آمنوا بي فآمنوا بي أنا هو الباب أنا هو الباب السؤال الثاني بقى خاص بعمل الله به اللي رب ماذا تريد أن أفعل قال له قم وادخل المدينة فيقال لك اسمح لي بتعليق صغير أخسرو يعني واحد بيبدأ الحديث مع رب يسوع المسيح يقول له يا سيد في لحظات احنا بنتكلم عن لحيظات قليلة جدا بغتة يتغير في لحيظات ويصير الحديث يقول له يا رب ماذا تريد مني أن أفعل إزاي قدر بولس في لحظة يعرف ويتأكد ويقول ويعلن أنك أنت يا سيد أنت هو الرب بناء على هذا صار معترف قولا وخاضع فعلا للهوت ربنا يسوع المسيح لأنه حصل اختراق روحي وتغيير جزري في أقل من الثانية ولاد في لحظة بالضبط وبناء على هذا الاختبار زي ما اتفقناه صار معترف قولي قولا وفعلا ومؤمن فعلا بلهوت ربنا يسوع المسيح أدلل على ذلك بمقارنة بسيط هو هنا بيقول بولس عبد يسوع المسيح في تيطس واحد واحد بيقول بولس عبد الله هو عبد يسوع المسيح هو العبد الله بالضبط يبقى يسوع المسيح هو الله هو الله بالمناسبة حكي حكاية بسيطة كان الرب يسوع حسب الجسد لأخ اسمه يعقوب أخ الرب هو بيصنف في الإنجيل بهذه التسمية في غلاطية واحد وعدد تسعتاشر كان صعب على يعقوب أخ الرب لأن فيه آية في يحنى سبعة أن أخواته لم يكونوا يؤمنون به فكان صعب قوي على يعقوب أخ الرب أنه يصدق أن أخوه ده اللي بيأكل معاه وبيدخل ويخرج معاه اللي بييجي في نهاية يوم العمل من ورشة النجارة مونك ومتعب ما يصدق يقول له لقمة وبعد كده يروح في سباة عميق أثناء نومه كان صعب جدا عليه يقبل أن أخوه ده وهو إله اللي خلقه صعب وعشان كده الناس متحيرة أنا ألمس عزر بالضبط اللي بيأكل ويشرب ودخل حمام ونام وقلن عطشان وجعان وباقى وفرح يبقى إله ولا سيما لما كان متابعا كثب أحداث صلبه محاكمته أكيد يقبل كان متابع كل المشهد ما شك والألام والجلدات والضرب والاستهزاء الجنود بيه لحد ما مات فقال له ده فعلا أنا منقفي ده كان سليم مش معقولة يكون ده كان إله يعني أنت بتعتقد أو مش بتعتقد اقرأ للمشهد أن يعقوب إلى الصليب إلى الصليب وإلى الدخول يسوع داخل القبل كان يعتقد في قرارة نفسه هو وجميع الأسرة أن هذا مجرد إنسان عاجل بالضبط ده إلا ميكن راحه لأبعد من كده إنه مجدف مجدف أو مختل زي ما البعض قال عنه لحد ما رب له كل المجد بعد القيامة ظهر له من سلسلة الزيارات اللي قرأناها من شوية بالضبط كورونسس الأولى 15 يقول لك بعد ذلك ظهر لعقوب ولجميع الرسل أنا أعتقد بمجرد ما يعقوب ما شاف الرب فعقب القيامة فراح آي المعتومة ربي وإلهي وإلهي بعدها كتب رسالته رسالة يعقوب فأصحح واحد وعدد واحد يقول لك يعقوب عبد الله دي سهلة أي واحد يقدر يقولها والرب يسوع المسيح هذه اللي صعبة لأنه كان ملازمه في الجسد صعب دي صعبة جدا طبعا عشان كنا عايز إعلان بالروح أنا أقدر تماما صعوبة الأمر أو استعابه بسلاسة أو ببساطة سيا من في حال الغياب العنصر الإلهي فيه اللي هو عمل الروح القدس اللي هو روح الحكمة والإعلان في معرفته أنا مقدر مدى صعوبة الأمر حتى لو الشخص اقتنع منطقيا لكن لا يقدر إنسان أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس غير أن هذا الاختبار على النحو السالف بيعكس أمرين غير في الأهمية نمر واحد إن اختيار الشخص بهذا القياس بيحمل برهان على صدق اختباره في حد ذاته لأنه هكذا كان يقاس صحة اختبار الشخص بإيمانه بلهوت المسيح أيام الكنيسة المسيحية الأولى وحتى الآن لأنه مكتوب كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله الحاجة التانية برهان على صحة الإنجيل الإنجيل أي شخص ربا يسوع المسيح وعمله الفدائي كونه يؤثر في شخص بهذه الكيفية من عدو لعبد ليسوع المسيح ده في حد ذاته برهان على صحة الإنجيل في قوة تأثيره وتغييره ليه سؤال صغير بس عشان بعض الكلمات وإحنا بنقولها ما بكونش بتعدي على زهن أخواتنا كده نفسي أتوقف له حيزة صغيرة أنت قلت كده أنه البرهان اللي يؤكد على إيمان هذا الشخص واعتراف أول برهان إلى زمن الحال من وقت عصر الرسل إلى زمن أن يعترف أن يسوع هو المسيح ماذا تعني يعني أنا في قراءتي سابقة وأنا مسلم واسترجاعي للكتب الإسلامية كنت أستغرب وأتوقف لماذا عيسى هو المسيح لماذا هذا الشخص انفرد بهذا اللقب لم يوجد نبي على الأرض ولم يوجد أي شخص على الأرض صديق كان أو مقدس أو 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 ينفرد بهذا اللقب اللي هو المسيح إلا يسوع أو كما يقال في القرآن عيسى أهو وإثناء بحسي عن كلمة المسيح اتحطوا قدامي تعريف غالبا معظم علماء المسلمين يقرون به كلمة المسيح هو من موسيح الممسوح من الآذار والأسام يعني إيه يعني المخصول تماما من كل الزنوب والمعاصي والخطأ نازل زي ما بقولوا إيه سنجة عشر نقي مية في المية هل هذا التعريف يصدق عليه الكتاب أم أن الكتاب له تعريف آخر في كلمة المسيح المسحة في الكتاب المقدس تعني ثلاث أمور نمر واحد التخصيص نمر اتنين التوظيف نمر ثلاثة التأييد أو الصق التخصيص التوظيف التأييد التخصيص يقول الرب لسامويل النبي عن مسح داود امسحه ليه تخصيص تخصيص نمر اتنين التوظيف كلما يسكب دهن المسحة على رأس شخص في العهد القديم هذا يعني توظيفه في واحدة من ثلاثة يا ام كاهن يا ام نبي يا ام ملك فعلى سبيل المثال مسح الشخص كاهن في المزمور يقول هو زى ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوة معه مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية لحية هارول اللي هو اول رئيس كان في العهد القديم النازل الى طرف ثيابه مسح الشخص نبي يقول للي اللي عن قليشع امسح قليشع ابن شفاط من قبل محولة نبيا عوضا عنك يبقى يطلق على مسح الملك الكاهن النبي بالنسبة للملك يقول للسامويل عن شاول ابن قيس اول ملك على اسرائيل غدا في مثل الان ارسل اليك رجلا من ارض ابن يمين فامسحه رئيسا على شعب اسرائيل فالمعنى الاول للمسح تخصيص المعنى التاني توظيف توظيف ملك او كاهن او نبي المعنى التالت بقى كان بمجرد ما ينساك بدهن المسح يحصل التأييد الله بالروح يحل في هذا الشخص الممسوح تأييد السماوي لهذا الشخص بالضبط وسكنة روح الله فيه بس مع الاخذ في الاعتبار ان دهن المسح ده له اربع مكونات الرب قال عليهم لموسى ويصنع منه زيت المسح هذه المكونات الاربع يصنع منها زيت المسح ولا يجوز استخدامها خارج خيمة الاجتماع على الاطلاق على الاطلاق لانها اشارة او رمز للروح القدس كان لا يجوز اطلاقا مسح شخص فيه وظفتين خالص اطلاقا بدليل الاول ليه لان الرب لان الرب في العهد القديم عام النظام ادى الكهنوت لصبت من الاصباط الاثناشر فلا يتعدى وادى الملك لصبت تاني الكهنوت لصبت لاوي والملك اليهوز والملك اليهوز بعتبر داود وادى البركة ليوسف فكان كما انه يتعذر على شخص يجمع بالمولد جنسية سبتين كذلك كان يتعذر على شخص انه يجمع في شخصه مسحتين لوظفتين ده كان مستحيل وعندنا قصة مشهورة فيه واحد ملك اسمه عزية الراجل ده في العهد القديم كان ناجح جدا في سبع مجالات اداريا وعسكريا واقتصاديا وزراعيا يعني كان ناجح على كل الاصعيد نجاحه ده ادى الى انتفاخه كبرياء وقال ليه انا مقدمش الزبيحة اكحن يعني وده حصل للشاول برضو اه لما دخل يكحن الرب رح ضربه بالبرس في الحال فلا يمكن الجمع اما بين وظفتين او مسحتين او مسحتين في العهد الجديد بقى الرب يسوع جمع التلاتة افتح معايا لا مش التلاتة بس هو مسح سبع مرات فضل في سفر اشعياء اصحاح واحد وستين نقرأ الكلام عن مسح السيد له كل المجد فبيقول لنا ايه مثلا ونشوف تطبيق النبوة دي في العهد الجديد روح السيد الرب علي من عدد واحد لان لان الرب مسحني لان الرب مسحني لابشر المساكين ارسلني الاعصب منكسر القلب لانادي للمسبيين بالعدق وللمأصورين بالاطلاق لانادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا لأعزي كل النائحين لأجعل لنائحي صهيون لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح ورداء تسبيع عوضا عن الروح اليائسة فيدعون اشجار البر غرص الرب للتمجيد انا بشوف تطبيق لهذه النبوة في انجيل لوقا اصحاح اربعة فبيقول لنا ان الرب لما دخل دفع اليه الدرج او السفر عدد 16 فدفع اليه السفر ايوه من عدد 16 جاء الى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام اليقرأ فدفع اليه سفر اشعياء النبي لما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي لانه مسحني لأبشر المساكين ارسلني لأشفل منكسر القلوب فعلى سبيل المثال علشان بس احنا خدنا وقت في الاجابة على السؤال الرب مسح ملك في مزمور 45 يبقى اول مسحة مسح لبشر المساكين نادي بسنة الرب المقبل الخلاص مسحة للخلاص يعني عشان بس يقول المشاهد ما يقولش انتو تقرس شهد ليه اه وفي عبرانين واحد وفي مزمور 45 مسح للملك ايه وفي عبرانين واحد يقول له احبابت البر ابغطت الاثن من اجل ذلك مسحك الرب الهك بدهن الابتهاج اكثر من شركائك علشان كده جمع في ذاته كل المقومات الالهية اللي يتعذر انها تكون موجودة في شخص واحد هذا هو مسيحنا نرجع للبرهان ان الانجيل برهان يتكلم عن نفسه من خلال شخصية بوليس عبد خاضع ليسوع المسيح المظهر التاني من مظاهر تأثير الانجيل عليه مرسل لخدمته المدعو رسولا يعني الرب دعاه وعينه كرسول وارسله لخدمته واحد يقول لنا دلوقتي يعني بوليس يبقى رسول يسوع ده ده كلام وبنسمع رسل المسيح رسل يسوع ده كلام يعني يستقيم في سبع مقومات يؤكدوا صحة رسولية الرسول مش هنتكلم فيهم احنا عندنا حلقة بسحابي بقول للمشاهد يعني بعد ان عندنا حلقة تبقى مع الاخ سروة عن اوراق اعتماد الرسول اخر خمس اعداد في انجيل متى اخر سبع اعداد في انجيل مرقص بيكلمون عن اوراق اعتماد رسولية الرسول لكن احنا هنخص بالذكر سبع عناصر تلت عناصر اساسية على فم الرسول بوليس نفسه كلام ده في كورنسوس الاولى تسعة ممكن نقرأ العدد الاول بيقول لنا ألست انا رسولا ألست انا حرا أما رأيت يسوع المسيح ربنا ألست انتم عملي في الرب ان كنت لست رسولا الى اخرين فانما انا اليكم رسول لانكم انتم ختم رسالة في الرب هذا هو احتجاج عند الذين يفحصون في هنا تلت مقومات لرسوليته نمر واحد الحرية الروحية بيقول ألست انا رسولا ألست انا حرا يبقى نمر واحد الحرية الروحية ونمر اتنين بيقول أما رأيت يسوع المسيح ربنا يبقى لازم يكون شاف الرب يبقى الرسول عشان يكون رسول لازم يكون شاف المسيح الرب رؤية العين وفي حاجة مهم يعني لا يستقيم شخص يطلع يقول انا رسول ما شاف المسيح خلص هنا كمان المدعو رسولا من مدعو من مين ليس من إنسان بل الرسول لازم يكون مدعو ومرسل من يسوع المسيح فقط الطريق الوحيد للرسولية وللرسول هو يسوع المسيح شوف انا ممرش علي في الكتاب المقدس كله من التكوين للرؤية لقب في الكتاب المقدس كله لقب رسول الله خالص خالص في رسول المسيح بس بس كل الرسول الواحد يقول العكس كده يبقى نحطه على جنب أنا أنا لي كتابي بقول لحضرتك الموسك في الكتاب المقدس وهو الأقدم والأصل وهو كلمة الرب الموحى به على فم أنبيائي كلهم رسول يسوع المسيح هو اللي أرسلهم في العادي القديم فيه أنبئة أنبئة الله في العادي الجديد فيه أنبئة لكن في العادي الجديد فيه رسول بس الرسول مرسلين من ربنا يسوع المسيح نمرة ثلاثة التأييد حر أرأة يبقى نمرة واحد الحرية نمرة اثنين الرؤية الشخصية نمرة ثلاثة التأييدات الإلهية نمرة واحد الحرية الروحية فيه تعريف بس أحب أقوله بسرعة كده عن الحرية الروحية جاء في تعريف الحرية الروحية الشخصية استطاعت أن أعيش كل ما أعرف من الحق الكتابي كلمة الله واستطاعت الله أن يتمن فيه يوميا كل مشيئة الصالحة بدون أدنى تردد أو إعاقة منه ده الحرية الروحية ده تعريف الحرية أعيش خسب الحق في أربع عوائق للحرية نمرة واحد القيود نمرة اثنين الزنون نمرة ثلاثة الضغوط نمرة أربعة الحصول لكن أنا بتمتع بالحرية دي إزاي من كل هذه المعطلات يؤعلمنا الكتاب المقدس فإن حراركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا هذه الحرية لزمة وضرورية للرسول في عمل الرب شمعناه علشان أقدر أوصل لكل النفوس لا يعقل إطلاقا أننا كل مستعبة العادة أو الخطيئة أو لعيب فيه هيا كان فالرسول بيقول إز كنتوا حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين ونمرة اثنين الرؤية الشخصية أما رأيته يسوع المسيح إحنا اتفقنا أن بولس الرسول سجل اختبار خلاصه في سفر أعمال الرسل ثلاث مرة ثلاث مرة مرة أصحى تسعة مرة أصحى تنين وعشرين مرة أصحى ستة وعشرين العامل المشترك قبل الفروق بينهم العامل المشترك بينهم رؤية الرب هو أنه شاف الرب بس مرة الاختبار عنه بيحكي الدكتور لو أكاتب السفر ومر منه بلسام بولس نفسه ومر ليه في كلام الرب معاه العامل المشترك في التلاتة أنه رأى الرب رأى الرب لكن أخيرا عندنا أكتر من شاهد يؤكد ويثبت أن الرسول البولس شاف الرب حنانيا اللي الرب بعته البولس في عقب اختبار اللي تعرضنا ليه في أعمال تسعة بعته له بقال له إيه مضى حنانيا ودخل البيت اللي الرب اداله عنوان بولس فيه وضع عليه يده وقال له أيها الأخ شاوي قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق يبقى هنا تصديق من حنانيا بناء على كلامه الرب الحنانيا من غير ما يقاب البولس من غير ما يقاب البولس وده دليل توثيق على أن رؤية بولس رؤية صدقة وأنه رأى بالفعل الرب وليس آخر الرب يسوع له كل المجد نمرأ فيه شاهد تاني اللي هو برنابة لما شاول في عقب خلاصه حاول يلتصق بالتلاميذ في قرشاليم خافوا منه غير مصدقين أنه تلميذ أنه اختبر الرب فكانوا يخافوه مش قادرين يقباله اسمه إيه ده برنابة خده وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب بحصر اللفظ وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم الرب يسوعه إذن الأعتبار التاني لرسولية الرسول يكون شاف الرب وده اللي أكدو يحنى في الإصحاح الأول من سفره وأكدو أيضا في الإصحاح الأول من رسالته يقول لك في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله في عدد 14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا ورأينا مجده ومجده وفي رسالته الأولى الإصحاح الأول يقول الذي رأيناه بعيوننا إذن المقوم التاني لرسوليته بأنه يكون شاف死 الرب المقاوم التالت والأخير التأييد الإلهي زي بخلاص النفوس والإجراء الآيات والمعجزات فبيقول لنا إيه ألستم أنتم عملي في الرب إن كنت لست رسولا إلى آخرين فإنما أنا إليكم رسول لأنكم أنتم ختم رسالة في الرب كلام ده في كورنسيس الأولى 9 عدد 3 2 و 3 هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني وفي علامة تانية أو في تأكيد تاني لما بيقول لهم برهان الآيات والمعجزات على حد تعبيره هو بس ده في كورنسيس الثانية 12-12 بيقول لهم إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات آيات عجائب وقوات الثلاثة مختلفين طبعا بس لو هنفتح فيهم مش هنوصل لإحنا لسه في العدد الأول على معطيات صدق الإنجيل أعلق بس أن تأييد رسالة بوليس لم تكن بالكلام المنمق أو الفلسفة أو لم تكن بكلمات مبنية على الشعر والسجع لكن كان تأييد رسالة بوليس أنه رأى الرب أنه كان حر أنه كانت رسالته مؤيدة بآيات وعجائب وقوات وأمام الجميع يعني ما كانش فيه حاجة في السر ولا حد بعد ما مات بمراحل ادعى أن بوليس بيعمل محجزات لكن كان بوليس يصنع المعجزات باسم الرب أمام الجميع أنا هتطر أوصى كلامك بنص كتابي في كورنسوس الأولى 2 وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت إليكم ليس بسموه الكلام أو الحكمة منادية لكم بشهادة الله لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة وكلامي وكرازتي لم يكوناه بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة بل ببرهان الروح والقوة ليه؟ أي لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس يعني فيه ناس بتؤمن بحكمة الناس وبكلام الحكمة الإنسانية المقنعة لدرجة يعني بيأخذوا الإيمان أن الكلام شكله حلو الكلام يعني زي ما بيقوله بالبلد مخمخ العقل الكلام سجع ونصر وشعر وكناية وحاجة جميلة جدا وحاجة يعني مضبوطة لغويا لكن مش هو دا اللي يؤدي للإيمان ولا هو دا طريق الرب هنا بيقول كلامي وكرازتي لم يكوناه بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة بل ببرهان الروح والقوة ليه؟ لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله ياللي مؤمن بحكمة الناس وجه قلبك عشان تؤمن بقوة الله في حاجة ثالثة وأخيرة بقى في شهادة بولوس الرسول أو شهادة الروح القدس عن قوة الإنجيل في تغييره لما يقول المفرز لإنجيل الله حاجة عجيبة أكبر مقاوم للإنجيل يتخصص ويفرز للكرازة بالإنجيل للكرازة بالإنجيل في مفرقة عجيبة أما حد لها أبل ما ننقل بقى لنقطة تانية في سفر الخروج أصحح واحد يقولك الكتاب أمر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد تترحونه في النهر بيقول فرعون بيقول للشعبه قديما عن الأطفال العبرانين كل ابن يولد تترحونه في النهر لكن كل بنت تستحيونها لما تقرى بقى القصة في عدة مفرقات عجيبة في الموضوع أول مفرقة الوسيلة اللي حددها فرعون لقتل الأطفال العبرانيين الطرحة في النهر الطرحة في النهر هي هي بعينها اللي ينزل فيها موسى وينتشر حي ويكون مخلص الشعب من نفس الإسلوب والأداة اللي فرعون كان عايز يموت به كل نسل من نفس المكان خرج المخلص المفرقة الثانية القاصر اللي صدر منه هذا القرار الفرعوني اللي صدر منه هذا الفرمان هو اللي يتربى فيه مخلص الشعب المفرقة الثالثة الفرعون اللي أصدر هذا القرار بنته تحتضن هذا المخلص ويصير فرعون نفسه حضن له موسى المفرقة الرابعة والعجيبة في نفس الوقت الراجل ده أي هذا الفرعون الذي أمر بإلقاء الأطفال في النهر اللي يموت أطفال شعب الله وقت ده إذن غرق هو وجيشه وأسلحته يموت غرق في البحر وعجبي ده يحضرني أكبر ملحد وقتها في زمانه اللي أنكر وجود الله واللي اعتبر أن الكتاب المقدس كتابه زعبلات وخرفات هذا الرجل بعده موته يتحول بيته أول مطبعة للكتاب المقدس علشان كده لا يقدر أحد أن يقاوم الإنجيل فلا أستغرب صعب عليك أن ترفص منخص يعني ترفص منخص مستحيل المنخص لمؤخذة الميبر إبرة كده كبيرة لما كان الخيل يعاند ومش عاوز يمشي ويبدأ يرفص قم كان صاحبه يصدر بس المنخص ما يعملوش حاجة يجي يرفص يتشك فيه صعب عليه أن ترفص منخص مش هتقدر تقاوم الإنجيل لا أستغرب ولا أستصعب أن الرب لها كل المجد يحول أعداء الإنجيل إلى رسول المسيح ومفرز لإنجيل الله أختم العدد الأولاني قوة تأثيره قوة تأثيره سؤل الوعز الأشهر في زمانه شارلز سبرجين من أحد المتحيرين قال له كل ديانة لها كتاب أصحابها بيقدس كتابها كل واحد اللي ديانة لكتاب وبيقدس كتابه وبيعتبروا أنه هو الحق وما عداه باطل أنا متحير ومفترق طرق أي كتاب هو الحق أي كتاب أتبعه أي كتاب أتبعه رد عليه رد منطقي بسيط أولي قال له الكتاب الذي لا يغيرك غيره غيره والإله الذي لا يغيرك غيره قال له إن كان الكتاب اللي بتسترشد به لا يحل مشكلتك ولا يجاوب على أسئلتك ولا يسدد احتياجك ولا يعمل على تغييرك فليس كتاب الله غيره أنا عايز بس أقول حاجة الكتاب اللي يملأ قلبك بالكر والحقد والأتل وتكفير الناس ليس كتاب الله الكتاب اللي يملأ قلبك بالسلام والأمان والمحبة والضمان الأبدي ويقدم ليك طريق الخلاص هو كتاب الله الكتاب الذي يصف الله بصفات لا يقبلها إنسان عادي على الأرض ليس كتاب الله لكن الكتاب الذي يعلن بين السطوري أن الله محبة هو كتاب الله البرهان التاني احنا قلنا روميا واحد بتتكلم عن معطيات صحة حق الإنجل العدد الأول قوة تأثيره وتغييره شوفنا ده في ألد أعداء المسحية صارة هو المفرز لإنجيل الله العدد التاني بيكلمنا عن برهان تاني عمق مصادر أصوله وجذوره وجذوره فبيقول هنا إيه المفرز لإنجيل الله الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة اسمحني بس أماحد يعني عن جذور الإنجيل بحاجة برضو قلناها ونعيدها تاني سبق وعرفنا أن كلمة الإنجيل كلمة يونانية معناها الخبر الصار وبرجوعنا لكورونسس الأولى 15 في مستهل الحلقة علمنا أن مضمون هذا الخبر هو شخص ربا يسوع المسيح في ذاته وفي عمله الكفار على عوض الصليب هذا ما تؤكده هذه الأعداد موضوع تأمون ففي عدد اتنين بنشوف الإنجيل الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة ومضمون الإنجيل عن ابنه الذي صار من نسل داود حسب الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة راه القداسة بالقيامة من الأموات سمت حقيقة غاية في الأهمية والحساسية والخطورة في العدد التاني في هذا العدد الإنجيل أي الخبر الصار اللي موضوعه مضمونه شخص رب في ذاته وفي عمله سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة من الذي سبق؟ الله يعني أخر كلمة يعني الله بنفسه سبق فوعد آخر كلمة في العدد الأول يقول لك المفرز لإنجيل الله الذي سبق لما تربط الحديث كله الزبط الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة ده يقودني لثلاث حقائق يعني سبق التنبؤ بالإنجيل في كل الكتب المقدسة بدءا من سفر التكوين حتى سفر ملاخي اللي هو كل العهد القديم كل العهد القديم وده يقودني لثلاث حقائق غاية في الأهمية تفضل نمر واحد الإنجيل ليس كتاب لكنه كل الكتاب يعني أنت النهار ده بتعلن أن الإنجيل لا يمكن حصره بزمن معين أو بكتاب معين أو بعدة صفحات معينة كل الكتاب هو الإنجيل كل الكتاب هو الإنجيل على أساس المعنى كل الكتاب هو موحبي من الله ونافع للتعليم والتوبخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح فكون جزور الإنجيل في العهد القديم وممتدة في العهد الجديد إذن الإنجيل ليس كتاب لكنه كل الكتاب كل الكتاب الحياة الثانية هذا الإنجيل ما عندناش فيه أنه نزل على الرب يسوع دي النقطة اللي مش قادر ليفهمها إخواتنا مسلمين لما يقولك الإنجيل اللي نازل على المسيح المسيح مش محتاج إنجيل ينزل عليه وبالمناسبة الرب يسوع لم يكتب كتاب اسم الإنجيل ولم يكتب قط من أساسه هذا ليس له أي أساس من الصحة لأنه مش محتاج لأنه هو هو الله هو الإعلان الكامل عن الله بالضبط برافو عليك إذن الإنجيل ليس كتاب والرب يسوع المسيح لا نزل ولا كتب حاجة اسمها الإنجيل لكن كتب عنه لأنه هو موضوع الإنجيل كتب عنه بالروح القدس بلا شك إذن كل كلام الإنجيل بل كل كلام الكتاب المقدس هو كلام الروح القدس على فم من دونه حياة الرب يسوع المسيح ومن دونه النبوات الصادقة عن الرب يسوع المسيح الكتاب المقدس بيتكون من 66 سفر يعني 66 كتاب بمقسوم قسمين عهد قديم مجديد العهد القديم 39 سفر يعني 39 كتاب والعهد الجديد 27 سفر يعني 27 كتاب 39 سفر كتاب بيقوله إنه جاي صبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدس و27 سفر الموعود به أتى الموعود به أتى على مدى 4000 سنة في العهد القديم بدءا من موسى أو بدءا من آدم سوري أي أن كان التاريخ بدءا من آدم لحد ملاخي 4000 سنة لحد ميلاد ربنا يسوع المسيح كل النبوات بتقول إنه جاي وعلى مدى 2000 سنة من ميلاد ربنا يسوع المسيح وحتى تاريخه كله بيقول إنه جاي والخبر انتشر في كل العالم وأرجو إنه كل مسامعينا يكونوا متابعينا موسقين يعني الكتاب القديم يقول أن يسوع المسيح آت الكتاب الجديد يقول أن يسوع المسيح قد جاء قد جاء هذا هو الكتاب هذا هو الإنجيل وهذا هو الكتاب كله بالضبط موضوع الكتاب كله يسوع المسيح آت يسوع المسيح جاء يبقى إذن الإنجيل ليس كتاب لكنه كل الكتاب يدور محتوى ومحتوى شخص المسيح شخص المسيح في مجيئي وفي اتياني هذا الإنجيل أي الخبر الصار اللي موضوعه مجيئي المخلص شخص ربنا يسوع المسيح ضارب أصوله وممتد جزوره في عمق الزمان من أول سفر التكوين وحتى نهاية سفر ملاخي متخللا كل العهد الأديم وممتد فروعه في كل العهد الجديد إذن الأمر الذي يعطي مصداقية للكتاب المقدس وبالتالي يكون مصدر ثقة فيه والتكالي علي امتداد جزور وأصول الإنجيل في العهد القديم هو يعطيني مصداقية أن يستحق هذا الكتاب أن أبني عليه ثقة دي بلا شك وإيماني بلا شك بلا شك الحياة الجزورة عميقة أو ممكن نبدأ من عند سفر التكوين وممكن نبدأ في عمق الأزل نبدأ في عمق الأزل نبدأ في عمق الأزل عشان بس نقول الكتاب تعدى أو البشرة بالكتاب اللي هو المعنى للإنجيل تعدى جزوره سفر التكوين نفسه من عمق الأزل في أثناء البدء الذي ليس له بدء يعني في عمق الأزل الصحيق خلق الرب أرواح ملائكية دي القصة بقى من أولها يقول الكتاب أن الأرواح دي مخلوقة من ريح ونار الصنع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار لهيب نار تكوين واحد للطبيعة الملائكة ريح ونار بالضبط وبنتعلم من الكتاب المقدس أنه في منهم ثلاث فئات فئة بجناحين فئة باربعة فئة بستة ستة دول اسمهم الصارفين ودول بنقل عنهم فأشهاية أصحى ستة كان غرض الله من خلقه للملائكة للملائكة يقوموا على خدمته سواء كانت بالتسبيح والعبادة لجلاله وفي نفس الوقت كان على قلب الله مشروع ضخم جدا اللي هو خلق الكون فحاوز يخلق الكون ويخلق البشر والمالكة يكونوا بيخدموا فيه والحقيقة كان الملائكة فرحانة لما المشروع ده خرج للنور ففي سفر أيوب يقول عندما ترنمت كواكب الصبح وهتف جميع بان الله لكن حدث شيء غير متوقع في السماء أحد الرأساء الأولين على فكرة الملائكة فيهم رتب فمسلا نقرأ في رسالة يهوز أما ميخايل رئيس الملائكة وفي دانيال بيكلم عنه واحد من الرأساء الأولين بالضبط إيه هو الشيء اللي حصل ده أحد الرأساء الأولين اسمه لسيفر أو زهرة بنت الصبح حب يعمل انقلاب إنجاز التعبير بغرض الاستيلاء على السلطة وقلب نظام الحكم في السماء وأم معه في هذا الانقلاب عدد ليس بالقليل يمكن أن يقال عنهم ربوات ألوف مكررة من الملائكة من الملائكة اللي انضمت إلى صف إبليس الكلام ده بنقرأ عنه في موقعين في الكتاب المقدس سفر أشعياء أصحاح 14 وسفر حزقياء الأصحاح 28 إيه اللي خلا أم بالانقلاب ده كان عنده إمكانيات الرب خلقه بيها متفردة فمثلا يقول له أنت خاتم الكمال ملئن حكمة وكامل الجمال أنت أحكم من دانيال سر ما لا يخف عليك لكن أمام تمرضه اللي قال عنه بولس الرسول اللي قال لا يتصلف فيسقط في تعيير وفخ إبليس اللي هو الكبرية قاله لكنك انحضرت ويعلق الكتاب يقول لك كيف سقطت من السماء يا زهر بنت الصبح كيف قطعت إلى الهاوية يا قاهر الأمم ويغلب على الظن أن اللي أنب الانقلاب ده اللي هو اليصيفر ده كان معني أو مشؤول عن التزبيح في السماء لم قاله فخر قرنة أعود آه بعد قاله تحتك تفرش الرمة وغطائك الدود فما كان من الرب إلا أنه أوقع القضاء عليهم مباشرة والقضاء ده أسامهم وزعوا عليهم في ثلاث فئات فئة ربطها في جهنم والفئة التانية ربطها في أطراف الأرض الأربعة وفئة تالتة أعتقد أن دي أهيفهم اللي هي بتسبح في الهواء الفئة اللي في جهنم نقرأ عنها بطر الست تانية أصحاح اثنين وعدد أربعة يقول لم يشفك على ملائكة قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام ترحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء وأنا أعتقد أن دي أصعب فئة الفئة التانية دي ربطها في أطراف الأرض الأربعة أو في زوايا الأرض الأربعة وهيكون لهم دور في الأحداث الأخيرة اللي هتجرع على الأرض والفئة التالتة اللي منها رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصير لما سقط إبليس الساقط نزل للمشروع العمل للرب اللي هو الأرض اللي هو في تكوين واحد واحد يقول لك في البدء خلق الله سماعته الأرض نزل للأرض وقعد يخربها في عدد اتنين يقول لك وكانت الأرض خاربة وخالية بإجمع كل الشراح فيه فاصل ما بين العدد الأول والعدد التاني من تكوين واحد فطرة زمنية غير محدود لأن الله ما يخلقش حاجة خربانا فمين اللي خرب سقوط البيس الساقط رح مخرب الأرض كلها فصارت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر الظلم بعدها أن الرب له كل المجد اتفقنا أنه مخلقش حاجة خربانا لأنه مكتوب صنع الكل حسنا في وقته فعاد الرب وأعاد بناء ما خربوا إبليس مرة تانية سواء كان بالخلق أو التجديد وده اللي بنقرأ تفصيلاته في سفر التكوين الإصحاح الأول والكتاب يقول لك ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض وبالفعل بعدها الرب له كل المجد بعدما أعاد بناء مشروعه مرة تانية حب يقيم وكيل لي لإدارة المشروع خليفة لله على الأرض على الأرض ففي اليوم السادس اللي هو آخر يوم في الخلق خلق الخليقة رب رح خلق آدم والحقيقة خلقوا بكيفية وبحكمة إلهية تختلف عن باقي المخلوقات يعني أي مخلوقات الله قال فكان أمر فصار كن فيكون كن فيكون إلا أنه عند آدم صحيح أو آدم مخلوق ما قالش كن فيكون يقول لك الكتاب إيه وقال الله نعمل شوف الأول قال نعمل في تكوين واحد قال نعمل وفي تكوين اتنين بيقول لنا عمل إزاي وجاب للرب الإله آدم طرابا من الأرض ونفخ في أن فيه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا أنا بتخيل أن الرب قاعد كده إنجاز لي التخيل يعني وراح عاجل من الطين من طراب الأرض وجبل وصنع وشكل جسم آدم وبعدها رح نافخ فيه نسمة حياة دي الروح فصار آدم نفسا حيا دي النفس من النفس جسد روح نفس نفس فباستقرار الروح في الجسد ظهر مكون ثالث اللي هو النفس البشرين بعدها هذا الإنسان اللي انفرض صحيح هو مخلوق لكن مخلوق من مادة مخلوقة من الطراب واخد الضلع من آدم وعملها حول طيب علشان كده الله سلم أوكل الأرض لإنسان مكوناته إيه لازم ناخد بنا من الموضوع ده روح في جسد ترابي له نفس روح في جسد ترابي له نفس بني أنا على اللي أريد حريك في تكون بالضبط بعدها الرب ادالوا كل الصلاحيات لإدارة شؤونه على الأرض فقال ايه في تكوين واحد ستة وعشرين فيتسلطون فيتسلطون من اللي بيتسلط هنا الإنسان الإنسان اللي مكوناته دي مهمة شوية روح في جسد جسد ترابي ولو نفس ولو نفس بعدما ادالوا الصلاحية الكاملة والسلطاني لازم لإدارة شؤون الأرض بحرا وجوا وبرا والمهبر عنه بكلمة فيتسلطون الكلمة تشير للسلطة المعطات من الرب للإنسان على الأرض تاني السلطة المعطات من الرب للإنسان على الأرض فيتسلطون وأرجو أن نلاحظ الكلمة للرب له كل المجد قال هنا فيتسلطون تشير إلى السلطة فالله لم يقل نعمة للإنسان ونتسلط نحن لكنه قال فيتسلطون لو أن نتسلط نحن كان الأمر اختلف حتى وقتنا الحالي لكان الله شريك في السلطة مع الإنسان على الأرض لكن هنا الرب قال فيتسلطون وهذا يعني أن الإنسان الوحيد اللي له الصلاحية على الأرض والسلطان لمباشرة هذه الصلاحية في حياته هو الإنسان الإنسان هو المكلف الوحيد من قبل الرب ليقول له سلطان على الأرض بناء على يتسلطون التفويض اللي أعطى الرب للإنسان وهنا عاوز أقف لحقيقة مهمة جدا اللي هي كلمة فيتسلطون لما الرب يتكلم أرجو أن نلاحظ خمس اعتبارات في خصائص كلام الله نمرة واحد لما يتكلم كلامه بيبقى قانون وموجة بالتنفيذ على الإنسان وعلى الله نمرة اتنين الله نفسه يخضع لكلامه طب الأول نوصق لما بيتكلم قانون قانون فمثلا يقول لك مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد برضو حر صف وشتا نهار وليل لا تزال ده كل سنائية فيهم هي قانون قائمة بالضبط لا يتغير لو حبيت أكسره أكسر أنا والنموس ما يكسرش إذن الله لما بيتكلم مش بيتكلم جينا كده في الفضية والمليان أو يجاوب من غير أسئلة أو كلام بلا معنى ده الكلمة اللي تطلع من فمه قانون قانون قائم ودائم بدون فصل أو واصل نمرة اتنين الله له كل المجد يخضع لكلمته يقول المرنم في مضمور 138 قد عزمت كلمتك على كل اسمك فعندما يتكلم الله كلامه قانون يخضع ليه الإنسان ويخضع ليه الله نفسه نمرة ثلاثة الله لا يأتي بأي عمل أو شكل معارض لقانونه بالضبط ليس الله إله تشويش بالضبط بل إله ترتيب برابا الحاجة التالتة في كلام الله لأنه أمين على كلمته لن ينتهك هذه الكلمة عايزة أقول حاجة أن الله لخالقه ضابط السماوات والأرض وضابط كل شيء هو نفسه الله اللي بيحترم قوانينه وتشريعاته وأحكامه الله نفسه مع أنه له الحق أن يفعل ما يشاء ولا يوجد على الأرض من يقول له ماذا تفعل أو يمنع يده أن تفعل لكن وضع نفسه أن يكون بيحترم قوانينه وأفعاله ولا يأتي فوق التشريع محدش يطلع يقول لي أسله هو مشرع فيعمل اللي هو عايزه أو يسن قوانينه على مزاجه تلب رغباته أو أهواءه هو مشرع ويعمل اللي هو عايزه بس هو ملزم بكلامه بلا شك وده معنى الألوهية أن الله ملزم بكلامه وغير كده يبقى لا علشان كده بنقول وأي تعريف تاني لأي شخص كائن على الأرض مهما كان اسمه يكسر التشريع ويقول عشان أنا مشرع أعمل أنا عايزه يبقى هو شخص غير حقيق سكان الله نفسه المشرع بيخضع لتشريعه ولأنه أمين على كلمته لا ينتهك هذه الكلمة على الإطلاق ألا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتايا يبقى واحد كلام الله قانون تكوين تكوين 822 اتنين الله نفسه ملتزم بكلامه برافو لا ينتهك هذا القانون أو ينتهك كلامه لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتايا أربعة يحفظ كلمته حتى لو اضطر لتغييري لكون كله كلمة أو حرف أو نقطة الحق أقول لهم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من أنه مش حتى يكون الكل ونمر خمسة لن تسقط كلمة الرب التي نطق بها لكن لابد من تنفيذها لأن مكتوب الصانع قوله قوم واضح والرب قال كده الموسى مرة واليشوع مرة كل الكلام الصالح الذي تكلمت به لم تسقط منه كلمة واحدة الكل قد صار لكم برافو عليك كلام الله لا يسقط منه حرف حتى لو طال الزمان حتى لو تغيرت المتغيرات يبقى كلام الله ثابت قائم وسيكون وبناء عليه عندما قال الله فيتسلطون ما قصده حرفيا تم هو أن الوحيد الذي لديه سلطة شرعية قانونية على الأرض هو الإنسان والذي هو روح في جسد منطراب مع أن الله له الحق في التدخل لكنه لا يتدخل التزاما منه بالقانون الذي يوضعه برافو عليك وبناء عليه أي روح ليس له قانونية في الوجود على الأرض لا روح ملايكة ولا روح شياطين لأن الذي له قانونية وسلطان على الأرض هو الروح الذي فيه جسد ترابي الذي له نفس الذي هو الإنسان لأن النقطة دي مهمة جدا طبعا هتقودنا لا 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 ده أصل الإنجيل بقى نشوف ماشي زي التصريح الأعظم إن الله نفسه لم يرد أن يعمل شيء على الأرض وقتها لأن الله روح والقانون اللي وضعه بنفسه هو ملزم به إن الأروح فأجساد ترابية فقط هي التي تعمل اللي هو الإنسان اللي هو الإنسان فالله تعمل الأرض الذي يخلق منها بالضبط أنا عوزة لخصلك المبدأ ده في سطر الله ننوه كل القدرة ونحن لنا كل الصلاحية بناء على التفويل الإلهي الذي منحه لنا في كلمة فيتسلطون بالضبط له كل القدرة ولما حط القانون ده ما كانش حد حشى لله لو درعه هو اللي ألزم نفسه بالقانون بالضبط وعارف هو بيعمل إيه والله لا ينقض عهد ولا يغير ما خرج الشفاتين له كل القوة ودينا كل ما يجيش يقول بعد ما يدي القانون ما يجيش يقول أنا تراجعت فيه وأنا مسامحك يمشي وخلاص ويبسني بستين وخلاص مش ده الله مش ده الله مش ده الله أراد الشيطان أن يفسد المشروع الإلهي للمرة التانية أستأذنك تليفون عشان إحنا طونا ونعارف يعني أشكر أحبانا الالتزم ممكن أخلص دي بس وبعد كده نتابع تليفونات بس كده هتبقى معلقة طو بتفضل أراد الشيطان أن يفسد مشروع الله للمرة التانية بعد خلقه لها بس تصدم بوجود سلطة قانونية في السيادة على الأرض يعني الشيطان أراد أن يفسد للمرة التانية مشروع الله كما حاول إفساده في المرة الأولى عندما خلق الله السماء والأرض نقطة وكانت الأرض الخريبة حالة تانية وهنا كانت إشارة لإفساد الشيطان لما صنعوا الرب على الأرض فجأ فجأ بوجود سلطة لها صلاحيات إلهية روح في جسد ترابي إنسان يعمل تراب الأرض له نفس برب عليك ويعلم أن أي روح بدون جسد نظيره ليس لها أي تواجد قانوني على الأرض يعني ما كانش للحق للشيطان ولا أي ملاك كروح أن يتواجد على الأرض لأنه ليس له التفويد الذي للإنسان الذي هو روح في جسد ترابي يعمل الأرض الترابية وله نفس الشيطان عرف هذا الحق لأن السر المال لم يوقف عليه زي ما حدرتك أريد في شعيان عرف لكي يتحرك على الأرض عليه الحصول على جسد يعمل حيلة يعمل حيلة عشان يدخل ما لقش الحق أن يدخل قروح بالضبط خالص فراح اتفق مع الحية واستعار جسدها وهنا أنت بتحل لغز كبير جدا ربما يعني يتساءل عليه الكثيرين ليه الشيطان ظهر في الحية لأنه ما كانش للشيطان قروح الحق في التواجد على الأرض أو مخطبة آدم على الإطلاق اللي لما يكون ظاهر من خلال كيام مخلوق من الأرض بالضبط لذلك استعان بالحية علشان تدي له جسدها اللي هو منطراب وتفاوض معها لكي يستعير هذا الجسد وقد كان عشان كده ربنا لعن الحية وأصبح مهيئ في وضع ملموس ظاهر مرئي أنه يتعامل مع حواء وبالفعل دخل وعرف إزاي يغويها ويغريها وبدوء هيا كمان أغوض جزها وأكلوا من الشجرة المنهة عنها اللي هي معرفة الخير والشر وسقط الإنسان سقوطا عظيما وفي نفس الوقت انتزع منه السلطان أو الصلاحية المعطالية من الله وبقت معه إبليس إبليس وصار من هذه اللحظة إبليس رئيس سلطان الحواء بالضبط وهو اللي بيجري هذا الفساد رئيس هذا العالم برافا عليه يعني إبليس لم يلقب بلقب أنه رئيس هذا العالم إلا لما انتزع السلطان الذي كان مفوض للإنسان برافا عليك في جنة عدم وحصلت بقى شوية نتائج أخرى وغير هذا السلطان لم يكن لإبليس الحق في التوجد على الأرض برافا عليك وبناء عليه حصلت شوية نتائج تانية الموت بكل أنواعه الأدبي والجسدي والأبدي والانفصال الأبدي والطبيعة الساقطة بقى اللي ورسها الإنسان حصل كل نتائج الإنسان يعني وقع تحت السلطان سؤال يعني أنا عايز أقول من شخص له تفويض سلطان لشخص خادع تحت سلطان برافا عليك سؤال بيفرض نفسه ألم يكن الله متابع لهذا المشهد يعني كنت عايز أسألك السؤال ده متابع ألم يكن الله يستطيع أن يمنع هذا المشهد يستطيع ولماذا لم يتدخل الله ألم يكن يريد أن يمنع هذا المشهد يريد لكن لماذا إن كان الله له كل متابع وقادر ويريد لماذا لم يتدخل أمين لكلمته لا يتعدى القانون الذي وضعه على الإطلاق لكن يصنع قانونا موازيا حلا آخر بقى حلا آخر أنا بتخيل بقى إن الرب عمل إيه هذا لا يعني إن الشيطان بقى أخذ الجولة منه إطلاق لكن لا ننسى إنه يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر صاحب القدر الكامل والسلطان الكامل عشان كده قبل ما تكلم عن الحل اختصار بسيط أنا بتخيل إنه رح موجه كلامه مع الحي على النحو السالف أو على النحو الآتي كونك للشيطان اللي في الحياة أنا كونك عرفت طبيعة السابتة إنه ليس عندي تغيير ولا ظل دورانه والشيطان من مركزه السابق إنه كان أحد رؤساء الملائكة الأولين كان يعلم طبيعة الله السابتة التي لا تتغير ولا يتعدى خواصه أو كلامه بلا شك فاستغل عايزة أقول تعبير استغل الشيطان معرفته السابقة لله السابتة الذي لا يتغير واشتغل من خلاله يبقى قاله كونك عرفت طبيعة السابتة ليس عندي تغيير ولا ظل دوران واستغلت أمنتي لكلمتي وثبت صفاتي ووصلت للإنسان وزحبت منه السلطان اللي أنا دتهوله هذا لا يعني إنك انتصرت لكن أنا هحول الأمور إلى ما هو أفضل قبل سقوط الإنسان هتعمل إيه رب قال له أنا هاخد جسد بنافس الطريقة الروح يظهر في جسد كونك أنت خدعت حوى بظهورك في جسد الحية كونك أنت سقط الإنسان عن طريق امرأة أنا هأتي من امرأة أنا هاجي من امرأة وهسلبك سلاحك ده اللي بقى سيف على رقاب البشر البشر وهموتك به وعشان كده قال له إيه وده أرجو أن نلاحظ إنه ده أول واحد أضع عداوة بين الناس بينك وبين المرأة بين نسلك ونسلها هو يصحق رأسك وأنت تصحقينها قبعه وهنا يأتي أول كرازة للإنجيل أول بشارة أول وعد للإنجيل على فم الله نفسه أول من بشر بالإنجيل هو الله نفسه في جنة عدن ناخد التليفون ناخد التليفون فضالي أختل هنا سلام المسيح أخي المحبوب أنجلو جنب الأخ المبارك سرود ربي بارك خدمتكم الحقيقة أنا مستمتعة جدا جدا بهذا التعليم السري للغاية وكنت مترددة أني أقاطعك أخي سرود حضرتك تحدثت عن معطيات ثقاتنا في الإنجيل وأنا كنت أحبى ألفة نظر أحبائنا المشاهدين المسلمين إلى نقاط في معطيات ثقاتنا في الإنجيل يعني أنا أرى أنه من معطيات ثقاتنا في الإنجيل هو إعلانه وتصديقه وكشفه لما أعلنوا الوحي المقدس في العهد القديم عن شخص ربنا يسوه المسيح زي ما حضرتك قدمته لازلت بتقدم وحب أقدم مثالين للفت نظر أحبائنا المسلمين إلى هذه النقاط المهمة نورد في صفر إشعية في 44 ستة يقول الوحي المقدس هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود أنا الأول والآخر ولا إله غيري ونيجي في آخر العهد الجديد في صفر الرؤية إصحاح الأول وآية 11 يقول المسيح نفسه أنا هو الألف واليا الأول والآخر وهنا يعني نعمل بما أن الله يعلن عن نفسه في العهد القديم بأنه الأول والآخر بما أن المسيح بيقدم نفس الإعلان عن شخص وعن نفسه بأنه الألف واليا والأول والآخر إذن يستطيع الأخ المسلم أن يصيغ الاستنتاج بنفسه عن من هو المسيح هو الله الظاهر في الجسد وأذكر أحبائنا المسلمين أنه في أسماء الله الحسنة وصف الله بأنه الأول والآخر وأيضا بأنه الظاهر والباطن فمتى ظهر الله الله لم يظهر إلا في المسيح طيب يعني إيه الباطن الإنجيل بيقول لنا في يحنى واحد أن الله لم يره أحد قد الله باطن لكن تكملة الآية الابن الوحيد الذي في حذن الآب هو خبر يبقى الله الظاهر أي أعلن إذن الأول والآخر والظاهر والباطن هو الله الذي أعلن لنا عن شخصه تمام الإعلان في شخص يسوع المسيح المتجسد والمثال الثاني أنه في إشعية 45-23 الرب بيقول أقسمت بذاتي خرج من شفتي الصد كلمة لا ترجع إنه لي تكسو كل ركبة نلاقي بوليس في العهد الجديد في فليب 2 من 6 إلى 11 بيكتب بروح القدس وبيقول لنا وإذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أقلى نفسه آخرا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذا وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه إسما فوق كل إس لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة مما في السماء ومن في الأعلى الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الأب وبيقول في رمية 14-9 لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات والله يا قرآن أحب أنا المسلمين بيأكد أن جوهر المسيح هو نفسه جوهر الله الذي يسود على كل الخليقة ويحي ويميت فالقرآن بيثبت لنا قدرة المسيح الحق في آل عمران 49 وبيأكد قدرته على الشفاء وأحياء الموتة في آل عمران 51 ألم تؤكد هذه الخصائق سيادة المسيح على كل الأحياء والأموات وإنه فعلا هو الله الظاهر لنا في الجسد رب يعطي نعمة وإرشاد لكل السامعين وأسفى أني أطيعتك أخي فرس وأنني أستمتع بحديثك رب يبرككم رب معكم شكرا شكرا أول وعد أضع عدوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلاحة أنت جاوبت على السؤال لماذا المرأة لماذا المرأة لأن هي التي أغويت أغويت أولا والرب له كل المجد وعد أنه هيجي من أمرأة دايما الرب بياخد يعني أنت لفت انتباهي الحاجة ربطتها من شوية من الأسر خرج المخلص أسر فرعون من النهر اللي كان عايز يموت بيه جميع أولاد العبرانين خرج المخلص من البيت من داخل فرعون نفسه ابنة فرعون احتضنت المخلص فخرج المخلص من المرأة التي أغويت خرج المخلص يعني دايما الرب يقول لإبليس الحتة اللي هتتلفها هطلع منها المخلص مرافو في غلطيا لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من المرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين هم تحت النموس لننال التبني وكأن أرى في قول الرب في جنة عدن نسل المرأة تحديد وعلامة ظاهرة ليتميز بها المسيح دون سواء عشان محدش يجي يقول ده المقصود فلان أو المقصود البشر أو المقصود كذا الرب كان هنا بيميز تمييز بعلامة أكيدة لا يمكن تحصل في تاريخ البشرية كلها اسمح لأسكر لك اتفضل عدة شواهد هنتبع فيها المقصود بنسل المرأة في العهد الأديم وتطبيقه في العهد الجديد بنفس النهجته أختنا لما ربطت الأديم والجديد اللي بيؤكد مصداقية حق الإنجيل في العدد الثاني جزوره وأصوله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة اللي بيؤكد إن العداوة بين نسل المرأة اللي هو رب ريسوع المسيح ضد الحية أول أول وعد اتفقنا لأنه ده في جنة عدن أول بشارة أول بشارة في سفر التكوين 22 عدد 18 الرب يوعد إبراهيم وعد يقوله إيه ده بعد حدثة إصحاق لامتحان في إصحاق آه نفس الإصحاق بالضبط ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض سؤال هل اليهود فيهم بيتبارك جميع أمم الأرض ده متعبير لكل الأرض بالضبط وحد يتعب منطقة الشرق الأوسط كلها زيهم لكن إيه المقصود بنسلك نكمل ونشوف قالوا الرسول بوليس فيه غلط بالضبط بس خلينا نكمل تتابع الإعلان بتاع الوحي المقدس في العيد القديم لحد ما وصلنا به للعيد الجديد إن المقصود به هو المسيح كلام الرب مع إصحاق ابن إبراهيم لما بيقول له وأكسر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد ويتبارك في نسلك أكد له نفس الوعد جميع أمم الأرض قال الرب للشعب أخرج من يعقوب دي نبوة في سفر أشعية أخرج من يعقوب رب بيقولي الكلام ده نسلاً ومن يهوزة وارساً لجبالي فيارسها مختاري وتسكن عبيدي هناك من يهوزة من يهوزة تخصيص الأول من نسل المرأة فإبراهيم فاسحاء فالشعب فيعقوب فيهوزة شوفوا الدائرة ماشية أزاي؟ تخصيص يعني دائرة كل مدى بتديق بتديق لأنه مصوبة تجاه شخص وحيد واحد برافو العدرة مريم فهمت الكلام ده في العهد الجديد لما الملك بشارها بميلاد المخلص منها قالت التسبيحة بتاعتها الموجودة في إنجيل لو فآخر التسبيحة قالت كما كلم أباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد تعالى بقى نشوف تعليق وتعليم بولوس وبطرس على موضوع الناس بولوس بيقول لنا إيه في رسالة غلطية أيها الإخوة بحسب الإنسان أقول ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه مستحيل ده بالنسبة من إنسان لإنسان ده بالنسبة لإنسان يا مبال الله وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله شو بقى تعالى الرسول يقول لك إيه لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح غلطية ثلاثة خمستاشر وستاشر ويشرح الرسول بولوس أو الروح القدس على فم بولوس كل المقصود من كلمة الناس اللي في العادة القديمة يؤكدها بقى بطر الرسول فبيقول للبني جنسه لليهود إيه أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عهد بها الله أباء أنا قائلا لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برده كل واحد منكم عن شروره يبقى الناس المقصود بمين المسيح يسوع المسيح يسوع الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة أقول حاجة تانية طبعا ولا صعب لا تفضل بقى إيه في الحلقة يعني بقى إيه 12 دي كم؟ 12 دي يعني آه إحنا ما ديناش فرصة للناس بس خلينا لأن الموضوع فقيل غزير لما الرب كلم مع حوة فعق بالسقوط قال لها كلمة قد تبدو لنا أنها عادية أو مرتبطة بالعلاقة الزوجية وإلى رجلك يكون اشتياقك البعض بيخدها على أنها نوع من إزلال المرأة أو الإهانة المرأة لكن في حقيقة الأمر ده وعد إلى رجلك يكون اشتياقك البشرية كلها تشتاق إلى رجل فهمة يعني وقتها في العهد القديم ولسيما الأنبياء أن الرجل ده المقصود به الرب يسوع عشان كده المرأة أو المخلف تتحوى قالت اقتنيته رجلا فيه واحدة لما تيجي تخلف طفل تقول عنه الرجل بطلاقا وكأنك تتحوى يعني التفكير جي جواها بسرعة وقالت خلاص لقيت الرجل الرجل قال لي ويكون اشتياقك إلى رجل وإلى رجلك يكون اشتياق فالتكوين أربع عرف هذا حوال يعني شوف الدقة التعبير يا أخي سروت لا أنا الحيثة دي مش عايزة عديها لأن البعض بيسأل عليها على مواقع الإنترنت وبيعتبرها أن نوع للإزلال للمرأة وقال رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك ما قالش هنا وقال ذوجك لا صدق أنا أول مرة أخد بالي من الجزية دي يعني أنا بحاول نجاوبها على الإنترنت أو بتاع ونجاوب الناس أول بال مرة أخد بالي أن الكلام هنا وقال رجلك يعني بيتكلم هنا على الرجل على رجل وهو يسود له السيادة بيرفع عليك مين الرجل ده هي لما جاد خلفة يتقلوا الولد اللي هو قل قالت اقتنيته رجل أنا اقتنيته رجل أولا ما يتقلش على طفل أنه رجل ثانيا لما كبر وبقى راجل أم على أخوه قاتله يبقى قومش الراجل مش هو ده الرجل المقصود مش معقول يكون هو ده قال عنه سليمان كان بيفاتش على الرجل بيقولك أكثر الناس صلاحي أما الرجل الأمين فمن يجده قال عنه الرب في سفر حسقيال طلبت من بينه هنا رجلا كله بالصيغة الفردية بالظافت رجل يا ابني جدار يقف في الصغر أمام اللي كايل أغربها لم أجد داود تمنى هذا الرجل في المزمور الأول لما قال طوبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار في طريق الخطط لم يقف في مجلس المستهدئي لم يجلس فكله بيدور على الرجل على الرجل دا لما جاء ملء الزمان جاء الرجل دا وبيسجل لنا العهد الجديد سبع دواير لرجولة الرب له كل المجد في الأديم والجديد أول دايرة في خروق خمستاشر الرب رجل الحرب تاني دايرة في أشعية 53 رجل أوجاع ومختبر الحزن تالت دايرة الآيات والمعجزات بطلس يشهد لليهود يسوع الناصر الرجل قد تبرنا لكم من قبل الله بقوات وآيات وعجائب صنعها الله بيده بولس أل عنه في أعمال 17 دا في الآخر اللي هو بقى رجل الدينون والقضاء أعمال 17 30 31 الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا لأنه أقام يوما هو في مزمع أن يديني المسكونة بالعدل براجل قد عينه مقدما للجميع إيمان هو رجل الخطوبة والزفاف بولس يقولك عن مجيء الأول خطبتكم لرجل واحد لأقدم عزراء عفيفة للمسيح وفي مجيء الثاني يحنى كشف في رؤيا أن أرشاليم نازل من السماء كعروس مزينة لرجلها زكريا 16 هو ذا الرجل وكمان يقولك في آية جميلة أوية تقولك داع من المشرق الكاسر ومن أرض بعيدة رجل مشورتي بولس يقول من كان له مشورتي يعني تسمى رجل مشورتي رجل مشورة الله وهو ذا الرجل وهو الرجل الذي إليك اشتياقك يا حواء كل بني البشر وعند الصليب يقول استيقظ ياسيف على رعية وعلى رجل رفقته وجه الراجل اللي البشرية كلها كانت مستنياة وتحقق الكلام ده في شخص ربا يسوع المسيح الذي سابق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدس معلش تليفون من ليبيا عشان أخونا رصيده أخونا أنا متاسف للي ما قدرناش ناخد تليفوناتهم لأنه تعمت أن المادة كلها تقدم لأنه أكتر من التليفونات وأكتر من مشاركات أن يهمني الناس تسمع تعليم ده لأنه تعليم بالفعل لأول مرة يمكن يقدم بهذه الصورة لا في كتب ولا في الفضائيات قبل كده أخونا عمر اتفضل من ليبيا ألو أيها تفضل أهلا بيك سلام الله معكم أهلا بيك سلام الرب أهلا بيك كيف حالكم كيف حال ضيفك الكريم نشكر رب أهلا يا أخ عمر أنا أريد أن أسأل هل بداية الدنيا هي يعني بداية سفر التكوين ونهاية الدنيا يعني نهاية سفر رؤية طيب أخ عمر هذا السؤال الأول السؤال الثاني هوشع النبي هوشع لماذا الله يقول له تزوج امرأة زانية و اذهب خد لنفسك امرأة زانية وأولاد زنة شين معنى هذا الكلام أنا مش عارف شين معنى هذا طيب هل عندك سؤال تاني الله تو خلص مرة تانية إن شاء الله نشارك معك أنا أطلبك يا أخو أمر بس أنك تترك التليفون في الكنترول روم وأنا أتكلمك بعد الحلقة رغم أن الأسئلة بعيدة عن موضوع الحلقة تماما لكن لو فعجالة صغيرة ما الغرض من سفر هشع أخي سروت أنا أسألك بالضبط في ملحمة أدبية كتابة شيك سبير عن هاملة ودي بتعتبر من روائع الأدب العالمي الأدب العالمي ممكن نسميها المشهد المعايد أنا مش عاوز أحكي الرواية نفسها لكن عاوز أقول وإن كان يديه رائعة أدبية عالمية إلا أن الكتاب المقدس سبق فقدم نفس الأسلوب الرب لما كان يحب يجسد لشعبه أو يوصل لشعبه الحق فكان بيوصله بأكتر من طريقة بتوثيق فمن ضمن حاجة اسمها المشهد المعاد يعني بيصور قدام الشعب مشهد فعلي حقيقي فيبدأ الشعب يتساءل وبعدها يبدأ النبي يرد ويعرفهم أن اللي شافوا ده في حقيقة الأمر هو موقفهم من الرب فالرب كلف نبيه هو شعب أنه يرتبط بأمرأة زانية الشعب تساءل إزاي ده يحصل وده يسأل لأخو عمر بالضبط فالرب عاوز أقول لهم هو ده حالكم هو ده حالكم منتو أنتو زانيتوا من ورايا الزنا الروحي الزنا الروحي البعد عن الله في السير العالم وألا أخرى بالضبط وراء آله وسانية حصل ما هو أكثر من ذلك أن بعدما ارتبط بيها وخلف منها تلات ولاد تركته في دلالة روحية لمسميات الأولاد مش موضوعنا دلوقتي أني بناخد عليها حلقة بالضبط لكن بعد ذلك هذه المرأة يعني الخطيئة أخدتها لحم ورميتها عظم بعدما ثبت جزهة اللي لمها دينت ووقع تحت المدينية خانته وفي نفس الوقت مش لاقيها تأكل فبعت نفسها وتعرضت في مزاد للبيع في نفس البلد اللي فيها هوشعة ووصل الخبر لهوشعة كان المنطق يقول يرميها ما يسألش فيها لكنه فاجأ أنه يروح المزاد ويدفع فيها أكبر شعر لكن الرب يقول له احبب في المرة التانية بالضبط المرأة غريب قوي حبيبة صاحب وزانية إذا بحب بقية فالإصحاح التالي يقول له كمحبة الرب وهنا بقى استضح المثل التطبيق التطبيق هو كان مشهد غرض منه قراءة التطبيق للحالة بتاع الشعب بالضبط ويقول لهم كمحبة الرب لبني إسرائيل وهم محبون لأقراص الزبيب وملتفتون إلى آلهة أخرى فراح أعدها للمرة التانية بس المرة التانية دفع تمن التطبيق بقى فضوء العهد الجديد المرة التانية دفع تمن الرجل اللي وعد الرب بيه حواء دفع تمن دفع تمن على عود الصليب على عود الصليب علمين هذا أنكم افتديتم أو اشتريتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيراتكم الباطلة التي تقلدتموها من الأباء بل بدم كريم كما من حمل بلعب ولا دانس دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم والسؤال الأولاني أخو عمر أنا على وعد أن أتكلم معاك هو سؤال بسيط جدا ونجاوبك عليه ولو في أي أسئلة ممكن نتحدث فيها مع بعض من خلال التليفون بشكرك جدا لأجل مدخلتك ومشاركتك معنا أخسروا الوقت قد مضى كالعادة لكن للحديث بقية لأن الموضوع كبير جدا لكن احنا وقفنا عند إعلام مهم جدا أن الإنجيل ليس كتابا بل هو كل الكتاب أن أول بشارة للإنجيل كانت في جنة عدن وعلى فم الرب رأسان وعلى فم الرب نفسه شكرك جدا هو حقا كتاب برهان يتكلم عن نفسه في قوة تأثيره على لد أعداء المسيحية والمسيح والمسيحيين بولس ليصير المفرز لإنجيل الله مصادره وغزوره وأصوله تمتد من الأذل وشوفنا الصورة بشكل واضح جدا الإنجيل ليس كتاب يهتم بالشعر والسجع الإنجيل ليس كتاب كان الغرض إظهار قصص معين لكن الإنجيل محتوى وفحوى وكل موضوعه هو الموعود نسل المرأة قد أتى الموعود نسل المرأة الذي هو في المسيح ربنا يبركك أخي سروة يبركك ولقاءنا بيتجدد وإحنا بناخد وعد على الهواء من أخي سروة يبقى معنا لقاء كل شهر على قدر الوقت المتاح ليك شكرك جدا مرة تانية بنا مشاهدين واشكرك جدا لأجل متابعكم أترك كلمة أخي سروة الراب بنفسه بشر في التكوين في جنة عدن بالرجل وقد أتى الرجل ودفع التمن دفع تمن حريتنا دفع تمن انقذنا من الموت دفع تمن نجاتنا بدم يسوع صار لنا النجاح وبصليب يسوع صار لنا خلاص هل تقبل عمل الرب ولتسمع لصوت الرب القارع على باب قلبك أصلي أنك تتجاوب مع الرسالة واشكرك جدا لأجل متابعكم وقال اللقاء في حلقة جديدة من البرنامج أنا مش كافر الرب معكم مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر لنا مخذوع أو بخرف أبدا ولا عقله سافر 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 إله واحد إيماني واحد وملوه جهاني حبني ومت علشاني مش ممكن يموت يمكن في أمور بتحير نحتاج التفسير أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بلاش تكفير أنا مش كافر أنا مش كافر أنا أنا مش كافر كافر لك